لعله مرة على مرة تواجهكم بعض الأسئلة ومنها هذا الناس حماس في فلسطين هم اللي مسؤولين على المجازر اللي وقعت في غزة وسأتقع في المستقبل ويحملهم هذه المسؤولية كنت شخصيا تنقشت مع بعض الناس هكذا واللي وجه لي نفس هذا السؤال وهذا الانشغال وكأنه هذ الناس هما متحيرين على خاوتهم في غزة لا سيما من العائلات هذوك اللي فقدوا أطفال وفقدوا ناس مدنيين ويحملون المسؤولية لهذا الجماعة حماس لأنهم هما اللي هاجموا إسرائيل هكذا وهذا الكلام هذا رأه قيلة على قنوات فضائية ورقم تسمعوه ربما في نقاشاتكم المختلفة فحبيت باش نخص هذا الموضوع بمداخلة ونتحثوه بشكل موضوعي ونجاوبوه بأجوبة منطقية قال فارضان درك هذو انتو حماس هذو رام هما هاجموا هذو انتو إسرائيل هاجموه هل هذا مبرر لباش انت تقتل بدون شفاقاء وبدون رحمة بالمنطق برك ما الذي يجري في أوطان أخرى هذو قال درك هذو ناس رام هزين سلاح كل إنسان راهو يهز سلاح وراهو هو يدفع على عرضه ويدفع على أرضه وراهو إرهابي والناس اللي رام هما أمنوا بالسياسة وراهم داخلين معاكم البرلمانات وراهم درك هما ينشطوا قال هذو انتو الفيس في الجزائر إرهاب وهذو انتو حماس إرهاب واللي رام في الأردن إرهاب واللي رام في أفغانستان إرهاب ما دخلش معاكم الغنوشي في تونس ومشى بالدستور ومشى بالقانون وفاز بالإرادة الشعبية علاش مصنفينو بالإرهاب لماذا شكون هما الإرهابيين هما الناس اللي عندهم توجه إسلامي هذا ما كان وقال رهم ضد الإسلام السياسي لما انت تجيب واحد كما شلغومي هذا في فرنسا وتستغلوا في قنوات فضائية أليس هذا استغلال سياسي للدين ودير القبعة ويتكلم باسم الدين وباسم المسلمين مع أنه ولا واحد من المسلمين كلفوا وإذا كان هذا رهم المسلمين قال رهم ودركهما رهم يستغلوا في الدين إسرائيل هذه وجهية أليس الدولة دينية الفاتيكان هذا وجهية أليس دولة دينية والله انتم حلال عليكم حرام على المسلمين إذا كان هذه حماس هي اللي رأيها هاجمة إسرائيل فرضا وش كل هاجم هذو اليهود من قبل عن الجلبة شوما يحتلوا فلسطين حماس لم تكن موجودة أصلا هل هذه هي المجزرة الأولى اللي رأيها واقعة في فلسطين ألم تقع مجازر أخرى في صبرة وفي شاتيلة وفي مانط أخرى إذا كان درك هذا انتوع حماس رهم هما هاجموا إسرائيل انتوع أفغانستان هما اللي رحوا هاجموا الأمريكان والعراقيين هما اللي رحوا الأمريكا هاجموها ألم تحتل أمريكا العراق؟ ألم تحتل أمريكا أفغانستان؟ وفوق كل هذا ناسر هم يتحدثوا عن الإرهاب ما كانوا ش يقولوا على العربي بن مهيدي بن إرهابي هو مصطفى بن بول عيد ما كانوا ش يقولوا عليهم الخارجين عن القانون إذا كان درك هذه رأيها حماس رأيها يرتكبت جريمة ها المجازر تحت 45 في الجزائر شكل يرتكبها؟ وما هو المبرر لارتكاب هذه الجرائم وهذه المجازر؟ ما هو المسؤول عليها؟ ما هو المبرر؟ لكي فرنسا ترتكب تلك الجرائم أو أنتع 17 أكتوبر الذي يرأنا فتناء الذكرى قبل أيام؟ ما هو المبرر أنتع؟ جزائريين خرجوا يطالبوا بالاستقلال يطالبوا بالحرية في دولة شعارتها هو الحرية والعدالة والأخوة ها والتسامح يطالبوا على جلبه شوما يكونوا مستقلين هذا ما كان بل من قبل كانوا يطالبوا فقط بالمساواة ودخلوا للبرلمان لعلكم تذكرون نضال فرحات عباس ونضال مصال الحاج وغيره من المناظلين يكرمون الحركة ويديروا لهم في المقامات وإلى تاريخ اليوم بينما من الفرنسيين من قتلوه شرى قتله يكفي ذكر قال موريس أودان واللي راه الرئيس نفسه الرئيس ماكرو اعترف بالجريمة ها هوش رايحين تنكروا هذا الشي احتلال دام أكثر من قرن وذلذين سنة حماسي يلي مسؤولة إليه حماسي يلي مسؤولة على الجرائم التي ارتكبها سطالين حماسي يلي مسؤولة على الجرائم التي ارتكبها بينوشي حماسي يلي مسؤولة على الجرائم التي ارتكبها هتلر حمسي المسؤولة عن الجرائم هذه اللي تقولوا انتم المحرقان تاعة الهولوكوست حمسي المسؤولة عليها ووقعت هذه الجرائم ووقعت في بلاد المسلمين ها كونوا شوية منطقيين كونوا شوية عاقلين نعم الحرب فيها الدموع وفيها الألام وفيها الأوجاع وفيها الأحزام حتى ربي لما ذكر القتال ذكره في القرآن الكريم قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وفي حديث لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاسألوا الله العافية خاصة لما يصدر كلام من جزائريين واللي في نفس الوقت يفتخرون بأول نوفمبر وفي نفس الوقت يفتخرون بأن الجزائر بلد المليون ونصف مليون شوية شهيد بل ويفتخرون بالعربي بالمهيدي ويفتخرون بمصطفى بن بولعيد مصطفى بن بولعيد والعربي بالمهيدي كانوا يطلقوا عليهم في وصف الإرهابيين عودوا وارجعوا الجرائدهم رأى ما زالها موجودة وما زالها موثقة إلى تاريخ اليوم كانوا يطلقوا على الناس اللي هما في الجزائر يقولوا مجاهدين يقولوا عليهم إرهابيين ومورس التعذيب ومورس الاغتصاب والشهادات رأى موجودة والكتب رأى موجودة ومورس القتل حماس وقلا هي المسؤولة لورانس هذا اللي يقول له لورانس العرب هذا وقلا ثاني من حماس طبيعة الحرب هي فيها عنصر المفاجأة